بيبدأ الفيلم بكايل وهو راكب العربية بتاعته ورجع البيت وبيتكلم مع امراته جري في التليفون وبيعرفها انه اخيرا هياخد اجازة ويعوضها عن الفترة اللي فاتت علشان كان مشغول عنها بسبب الشغل وبنعرف ان كايل امريكي وامراته جري من روسيا وكان هو بيسافر دايما علشان يشتغل في امريكا وبيرجع في الاجازات بتاعة الشغل للبيت بتاعهم في روسيا علشان يكون مع امراته وبتفرح جري جدا بالخبر وبتعرفه انها تستناه وبتتفاجئ ساعتها بشخص موجود في البيت وبيهجم عليها وبيوقع التليفون من ايديها وكان بيحاول يختصبها وكان كايل سمع اللي بيحصل من التليفون وهيتجنن من الموقف وبيجري بسرعة بالعربية على امل انه يقدر ينقذها وبيتصل بالشرطة وهو في الطريق علشان توصل بسرعة للبيت وتنقذ جري وكانت جري ساعتها بتعاني من اللي بيحصل وبتحاول بكل قوتها تقاوم الشخص اللي بيهجم عليها لكن الشخص ده بيطلع سكينة من معاه وبيهددها وبتخاف ساعتها جري من الموقف لكن بتقاوم مرة تانية وبترفض انه يلمسها وساعتها بيقتلها بالسكينة بدم بارد علشان رفضت تستسلم وبيطلع بعدها كايل البيت وبيتصدم اول ما بيشوفها وهي مقتولة وبيتفاجئ بالشخص اللي قتلها وهو بيهجم عليه وبيضرابه وبيخرج بسرعة من البيت وبيجري وراء كايل وبيطلع معاه الاوتوبيس وبيتقوم معركة شارسة بينهم ورغم ان المجرم كان معه سكينة لكن كايل قدر يتغلب عليه ووقع السكينة من ايده وهجم عليه بسرعة ووقعوا الاتنين من الازاز بتاع الاوتوبيس وبيجي متسكل بعدها وبيخبط كايل وهو واقع على الارض وبيتصف في ايده وساعتها بتيجي عربيات الشرطة وبتقبض على كايل وهو منهار وبيصرخ بصوت عالي علشان يقولهم ان مراته تقتلت وبنشوفهم بعدها في المحكمة وبيكون الشخص اللي قتل مراته فرحان من حكم المحكمة وبيسأل كايل المحامي بتاعه عن اللي بيحصل وعرفوا المحامي ان الشخص ده عيلته معهم فلوس كتير وقدروا يشتروا القاضي وعلشان كده اتحكم عليه بالبراءة واتصدم كايل ساعتها من الخبر وسرق مسدس من شرطة كان موجود ورح للشخص اللي قتل مراته وضربه اكتر من رصاصة وقتله في ساعتها وبيقف بعدها قدام القاضي مرة تانية وبيتحكم عليه بالسجن خمسة وعشرين سنة فاختر سجون العالم مع اشد المجرمين في البلد وبيروح بعدها كايل السجن وبيقف مع بقية المساجين على باب السجن وبيجي الجنرال رئيس السجن وبيقف قدامهم وبيعرفهم ان مفيش امل في الهروب من السجن ولو نويت تهرب يبقى لازم تعرف ان مصيرك هيكون الموت وبيرمي الحراس مسجون قدامهم كان بيحاول يهرب قبل ما يوصلوا وبيعرفهم الجنرال ان الهروب من السجن بتاعه مستحيل وبيسيبهم وبيمشي وبيروحوا بعدها علشان يسلموا اشياءهم للحراس بتوع السجن وبيتكلم رئيس الحراس مع كايل وبيقوله ان الخاتم بتاعه جميل وهو عاوز ياخده ورغم ان كايل كان يعتبر عايش في روسيا لكن ما كانش بيفهم معظم الكلام والكلام قليل اللي بيفهموا باللغة الروسية ولما قال للزابط انه مش فهمه كلموا الزابط بالانجلش وقاله ان الخاتم بتاعه جميل وهو عاوز ياخده وساعتها قاله كايل ان الخاتم ده دي من مراته ويعتبر خاتم جوازهم ومش هينفع يسيبه وادهيق رئيس الحراس من كلامه وضربوا بالعصايا اللي معاه وخد من ايده الخاتم ورمى الصورة بتاعة مراته على الارض وساعتها بقيت المساجين خافت من الموقف وزحف كايل قدامهم على الارض علشان ياخد صورة مراته وبعدها بيحلقوا شعرهم وبياخدوهم كلهم للسجن بتاعهم وفي الليل بيسحى كايل على صوت الحراس وهم بياخدوا بيلي المسجون الصغير في السن اللي كان معاه وبيستغرب من اللي بيحصل وبعدها بيروحوا بالمسجون لغرفة بتاعة مسجون تاني اسمه اندري ومسيطر في السجن وكمان بيدفع فلوس للحراس واول ما الحراس مش يتبعد عن الغرفة هجم اندري على بيلي علشان يعتدي عليه لانه مسجون جديد وضعيف وكان كايل سامع المقاومة بتاعة بيلي من مكانه وفهم ان ايامه في السجن مش هتبقى سهلة وتاني يوم بيخرج المساجين من الغرف بتاعتهم علشان يروحوا الساحة وساعتها كايل بيشوف بيلي وهو مضروب وميتبهدل ولما بيبص على اندري اللي ضرب بيلي بيفتكر الراجل اللي قتل مراته ومن غير اي تردد بيهجم على اندري وبيضرابه وبتقوم معركة شارسة بينهم لكن الحراس بتدخل وبتسيطر على الموقف وبياخده كايل للسجن الانفرادي كجزء من العقاب في السجن ولما بيشوف كايل الغرفة بتاعة السجن والمنظر المؤرف بتاع المكان بينهار من الموقف وبينام على الارض وبيرفو دياكل وبعدها بيقطع الملابس بتاعته وبيعملها زي حبل وبيربطها في رقابته وبيعلقها في السقف علشان يشنق نفسه ويموت لكن الحبل بيطقطع وبيقع على الارض وهو منهار من التعب وبيفتكر بعدها مراته وبيتغير مزاجه وبيروح علشان ياكل وبعد ايام بياخدوا الحراس وبيرجعوه للغرف بتاعة السجن لكن المرة دي بيدخل في غرفة تانية مع مسجون بيقولوا عليه انه مجنون علشان قتل كل المسجين اللي كانوا معاه في نفس القوضة وقال له رئيس الحراس لو كان عاوز يخرج من السجن بتاع المسجون المجنون يبقى لازم يدفع لهم فلوس وإلا هيفضل معاه لحد ما يقتله وبيدخل كايل السجن وهو خايف من المسجون لكن المجنون فضل قاعد في حاله وما تكلمش معاه خالص وتاني يوم بينزل كايل للساحة وبيمشي مع نفسه بهدوء من غير ما يتكلم مع حد واول ما بيشوفه اندري مع جماعته وبنعرف ان السجن متقسم لاتنين من العصابات الكبيرة عصابة منها اندري وجماعته وعصابة منها المساجين اللي قدامهم اللي اديقوا من الكورة بتاعت اندري وبيدخل بسرعة رئيس الحراس وبيقول لهم ان القتال ممنوع في الساحة وان لو حد فيه ومعاوز يقاتل يبقى لازم يثبت قوته ويقاتل بشرف قدام كل المساجين في سباركا وبيوافق المساجين على كلامه وبيتفقوا على كده وبيقف بعدها كايل مع بيلي ومالكاي المسجون العاجز اللي بيمشي على كرسي بعجل وبيتكلم معا كايل وبيحاول يفهم منه يعني ايه سباركا وعرفوا مالكاي ان سباركا دي تعتبر ساحة قتال في السجن وبتجمع ما بين اتنين مساجين بيقتلوا بعض بعنف لحد ما واحد فيهم يخسر ويقع على الارض من غير حركة وفي الليل بيحلم كايل بكوابيس بتفكروا بالليلة اللي ماتت فيها امراته لدرجة انه بيتكلم وهو نايم وبيتفاجئ ساعتها بالمجنون وهو بيهجم عليه وبيحط ييده على بقه علشان يكتم نفسه لكن بيسيبه بعدها وبيقوم وبيقول لكايل يسكت وما يتكلمش خالص سواء كان صاحي او نايم وكان كايل بيبصله هو مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي وبيكون بعدها قاعد بيأكل في الغرفة بتاعة الاكل مع المساجين وقاعد معاه بيلي ومالكاي وبيتكلموا في اي حاجة تهون عليهم السجن لكن بيتفاجئوا باندري وهو جاي عليهم مع بقية جماعته وبيحاول يستفز كايل لكن كايل مش بيتكلم معاه وكأنه مش موجود وبعدها بيدخلوا كلهم للسحة بتاعة سباركا في السجن علشان هيبدأوا المنافسة وبيتكلم ساعتها مالكاي مع كايل وبيعرفوا ان القتالات دي اساسها الرهانات اللي بيتراهن عليها الحراس بتاع السجن مع بعض والجنرال رئيس السجن مع زميله اللي مسؤولين عن سجون تانية والموضوع كله بيبقى بالنسبة لهم مجرد تسلية والكل بيبقى فرحان لكن الشخص الوحيد اللي بيعاني هو الشخص اللي بيخسر في القتال وبيقف اندري قدام المقاتل بتاع العصابة التانية وبيهجموا الاتنين على بعض بعنف وبيتقوم معركة شارسة بينهم ورغم ان المسجوني التاني كان قوي جدا لكن اندري قدر يتغلب عليه وفضل يضرابه بعنف لحد ما وقع على الارض وهو بيعاني من التعب وبيروح بعدها كايل لطريق الجبل وبيشتغل مع بقية المسجين في طريق السكة الحديد اللي بيصنعوه لكن بيهجم عليه مسجون تاني وبيضرابه وبيوقعه على الارض وبيتدخل ساعتها الحراس وبيتكلم واحد منهم مع المسجون وبيسأله ايه اللي بيحصل وساعتها المسجون قاله ان كايل امريكي وبيستهزق بيهم علشان هم من روسيا ولان كايل كان يعتبر غريب في بلاد غريبة فوافق الحارس ان المسجين تضربوه علشان يعرفوه ان اللعب مع الروس مش هيبقى سهل وبيهجم المسجين على كايل وبيفضلوا يضربوه بعنف واحد ورد تاني وبعدها بيتكلم معاه الحارس وبيفهمو انه مش في امريكا وعلشان كده ماينفعش يعمل فيها بطل قدام بقية المسجين وبيطلب من الحراس يدخلوه السجن الانفرادي مرة تانية واول ما بيدخل كايل بيسمع صوت حد بيصرخ بصوت عالي ومن الواضح انه بيتقلم لكن بسبب صوت المزعج بيدرب كايل على الحيطة علشان الشخص ده يوقف صراخ وبعد ايام بيخرج من الحبس الانفرادي مرة تانية وبيرجع لغرفة الاكل مع بقية المسجين وبيتفاجئ باندري وجماعته هم جايين عليه وبيتكلم معاه اندري باستهزاء وبيعرفوا انه نكرة ومالوش قيمة وبيتدايق ساعتها كايل وبيقوم وراهم وبيضربوا لكمة قوية بعنف وبيوقعوا على الارض وبيضربوا اكتر من ضربة رغم ان واحد من المساجين كان بيحاول يسيطر عليه وساعتها هاجم عليه كل العصابة بتاعت اندري وبيفضلوا يضربوا لحد ما الحراس ادخلت ومنعوهم من الهجوم عليه واتكلم رئيس الحراس مع كايل وعرفوا انه المرة دي هيدخل الحبس الانفرادي ومش هيطلع منه غير بعد فترة طويلة وبيرجع كايل للسجن الانفرادي وبيستغل الوقت بتاع الحبس في التدريب وبيفضل يتضرب يوميا بكل صبر ومع الوقت بيبقى اقوى وحتى بعد ما خرج من الحبس الانفرادي كان بيتمرن طول الوقت في الساحة وفي الشغل عند السكة الحديد وفي الغرفة بتاعته مع المسجون المجنون وفي عز المطر وقت ما كان كل المساجين واقفين تحت الصور كان هو بيجري في الساحة بكل شجاعة وبيشوفوا ساعتها رئيس الحراس وبيعرف انه دلوقتي بقى جاهز للقتال في سباركا وبالفعل تاني يوم بينظموا قتال بينه وبين اندري وبيقف قدامه كايل في الساحة وهو مستعد وبيبدأوا القتال وبيهجموا الاتنين على بعض بكل قوتهم وبيكونوا متعدلين في البداية لكن بيقدر كايل يسيطر على القتال وبيضرب اندري اكتر من ضربة وبيوقعوا على الارض وبيفرح ساعتها بيلي وزميل كايل وبتفرح العصابة التانية هي كمان لكن بيقدر اندري انه يسيطر على القتال من تاني علشان رغم ان كايل جسمه بقى قوي جدا لكن اندري عنده مهارات قتالية عالية وليه خبرة في القتال بعكس كايل اللي طول عمره شخص مسالم وبعد عن المشاكل لكن بيقاوم وبيضرب اندري برجله وبيهجم عليه بكل شراسة وبيعضوا من رقابته وبيقدر انه يقطع شرير رقابته وبينام جنب اندري وهو بيتصرف تصرفات مجنونة وبيصرخ قدامهم بصوت عالي وبيكون ساعتها اندري بينزف من رقابته لحد ما بيموت وبيستمر الموضوع على كده يوم بعد يوم وكل مرة كايل هو اللي يكون في الساحة مع اي حد من المساجين وبيفضل يضربه بعنف الحد ما يقضي عليه وتاني يوم بيتكرر الموضوع مع مسجون تاني وبيفضل كايل هو اللي يكسب كل قتال واسمه بيتعرف في السجن كله بالمقاتل الحديدي وبيكونوا بعدها عاملين حفلة في السجن وبيكون كايل قاعد جنب المسجون المجنون وبيشاهد الفقرة بتاعت الحفلة وبييجي ساعتها مسجون ضخم علشان يسلم عليه وبيعرفوا ان اسمه فاليا وانه سمع عنه كتير واول ما كايل سلم عليه ضغط المسجون الضخم على ايده علشان يختبر قوة كايل ويضايق كايل من طريقته وضغط على ايده هو كمان لكن بيوقفهم واحد من العصابة وبيعرفهم ان القتال بيكون في سباركا مش في الحفلة وبيتكلم المجنون مع كايل وبيعرفوا انه هو ده المسجون الجديد اللي بعتوه من سجن تاني علشان يقاتل قدامك في سباركا وساعتها فيهم كايل ان لسه في حاجات صعبة مستنية رغم كل اللي وصلوا في السجن وبيشوف ساعتها بيلي وهو واقع على الارض ومضروب ومتصاب وحالته صعبة وبيخرج ساعتها فاليا من الغرفة هو كمان وبيعرف كايل انه هو اللي اعتد عليه وبيدخل ساعتها كايل القوضة وبيتكلم معاه بيلي وهو بيحتضر وبيعرفوا انهم حاولوا يكسروه ويزلوه لكن هو قاوم في كل مرة علشان ما يسمحش الحد يكسروه ونصح كايل ما يسمح له همش يغيروه ويحاولول شخص تاني غير الشخص الطيب اللي هو يعرفه ومت قدام كايل في ساعتها وبيفكر كايل بعدها في كلامه وبينزل تاني يوم للساحة بتاعة سباركا وبيعود قدام المقاتل وكأنه معترض على القتال معاه وساعتها بيتدايق المقاتل وبيضربه بعنف لكن فكل مرة كان بيقوم كايل من غير ما يردله الضربة وبيسيبه ويمشي او يقعد تاني على الارض وبيشوف الجنرال اللي بيحصل وبيتدايق وبيتكلم مع رئيس الحراس في اللي سيلكي وبيحاول يفهم منه ايه اللي بيحصل وساعتها رئيس الحراس سأل كايل عن سبب تصرفاته وقال له كايل انه مش هيقاتل تاني ومش هيعمل اللي هم عاوزينه حتى لو هيقتلوه واول ما الجنرال سمع منه الكلام طلب من رئيس الحراس يخرجوا من الساحة ويبدأ قتال تاني وهم هيتصرفوا معه بعدين وفي نفس اليوم بالليل بيربطوا بالحبل في الحديد وسط الساحة وبيقول له رئيس الحراس انهم مش هيفكوه الا لما يوافق انه يقاتل في سباركا من تاني وتاني يوم بينزل المساجين الساحة وبيشوفه كايل وهو مربوط ورافد يستسلم وبيدخل رئيس عصابة مع جماعته على العصابات التانية وبيعرفهم انه طالب السلام علشان كايل بسبب اللي بيعمله طلع هو الوحيد فيهم اللي صح لانه رفد يستسلم ويعمل حاجة خارجة عن طبيعته لاي سبب حتى لو يخسر حياته وبيوافق باية العصابات وبيقفوا بعدها كلهم في الساحة وهم رفضين القتال وبيدهي رئيس الحراس جدا من تصرفاتهم لدرجة انه بيروح بعدها للجنرال وبيطلب منه يسمح له يقتل كايل علشان بسببه النظام بتاع السجن ما بقاش موجود ومحدش من المساجين عاوز يسمع كلامهم لكن الجنرال قال له انهم لو قتلوه هيبقى حولول شهيد واسطورة وساعتها المساجين هيرفضوا يسمعوا كلامهم وكل واحد في يوم هيبقى عاوز يبقى واسطورة زيه لكن هم ممكن يعملوا حاجة احسن ويحطموا عزمته واسراره قدام كل المساجين وبياخدوه بعدها في الليل وبيوقفوه في المبنى اللي فيه الغرف بتاعة المساجين وبيتكلم قدامهم الجنرال وبيقولهم ان السجن ما بقاش في نظام وعلشان كده هو هيخلق النظام ده بايده حتى لو كان هيقتلهم كلهم وبيؤمر الحراس يسيبوا مسجون ضخم وهامجي علشان يقتل كايل قدام المساجين ويعرفوا من كايل مالوش ايمة وساعتها خف كايل جدا وحاول يهرب من المسجون لكن المسجون قدر يمسكه وضربه بعنف وهنا افتكر كايل من صوت المسجون ان هو ده اللي كان بيسمع صوته دايما لما كان بيدخل السجن الانفرادي وخبط على الحطة قدام المسجون زي ما كان بيعمل اول ما بيدخل السجن وبيفتكر ساعتها المسجون هو كمان ان كايل هو اللي كان بيخبط على الحطة جنبه وبيرفض يضربه علشان هو بالنسباله يعتبر شخص قريب منه وبيدقي ساعتها رئيس الحراس وبيصوب عليه المسدس علشان يكمل قتال معاه لكن بيرفض المسجون الضخم وساعتها صوب رئيس الحراس المسدس على كايل وقرر يقتله لكن بيتفاجئ بالمسجون الضخم وهو بيهجم عليه ورغم انه ضربوا بالرصاص لكن المسجون قدر يمسكه وضربوا وضرب بقيت الحراس هم كمان ومسك واحد فيهم وخبطوا في باب بتاع غرفة فيها مساجين وتكسر الباب ووقع المسجون الضخم بعدها على الارض وهو منهار بسبب اصابته وخرج المساجين من الغرفة وهجموا على الحراس وبقى في حالة شغب في السجن كله وبيروح ساعتها كايل للمسجون وبيمسك ايده علشان يهون عليه لحد ما بيموت وبيقدر بقيت المساجين انهم يكسروا الحديد بتاع الغرف وبيخرجوا كلهم وبيهجموا على الحراس بكل قوتهم لكن الحراس كان معهم اسلحة ويدروا يسيطروا على السجن من تاني وبيتكلم ساعتها المسجون المجنون مع كايل وبيقولوا انه هيساعدوا علشان يخرج من السجن بكرة وفاهموا انه عنده خطة وطلب منه يقاتل فاليا علشان خطته تنجح لانه سواء كسب في القتال او خسر فالحراس اكيد مخطتين انهم يخلصوا منه بعد القتال وبيوافق كايل وبيدخل في قتال مع فاليا تاني يوم ورغم ان فاليا كان جسمه ضخم وقوي جدا لكن كايل قاوم قدامه وقدر يتغلب عليه قدام كل المساجين وبياخدوا بعدها رئيس الحراس للمكان اللي فيه العربيات بتاعتهم علشان يقتلوا خارج السجن لكن بيتفاجئ بالمجنون وهو بيهجم عليهم وبيضربهم وبياخد كايل المسدس من رئيس الحراس وبيصوبوا عليه وبيفتح الكلبش بتاعه وبياخد منه الخاتم اللي هو اخده منه اول ما دخل السجن وساب العربية تنزل على رجله علشان تتكسر وساعتها المسجون المجنون طلب من كايل يركب العربية بتاعت الجنرال ودالوا اللبس بتاع الحارس وسلموا ورق مكتوب فيه كل الجرائم اللي حصلت في السجن من ساعة ما دخل فيه وبيمشي بعدها كايل بالعربية بتاعت الجنرال من غير ما حد يتعرف عليه وبيقدر يخرج من السجن بسلام وبيقرر يرجع بلده ويبدأ حياته من جديد بعيد عن كل المشاكل اللي حصلت معاه بيبدأ الفيلم مع مجموعة من قوات الجيش الامريكي في افغانستان وهم بيقوموا بمهمة للأبض على شخص اسمه جمال الدين وبنعرف ان وكالة الاستخبارات الامريكية بيتصنفوا كواحد من اكتر المرتزقة المطلوبين للعدالة وبتتحرك القوات في اتجاه بيت جمال بهدوء علشان ما حدش يلاحظ وجدهم ووقتها واحد من الزباط اسمه كارب بيقدر يخلص على اثنين من رجالة جمال من غير ما يستخدم المسدس علشان ما يعملش صوت وبعدها بيوصلوا البيت جمال وبيختحموه لكن مش بيلاقوا غير مجموعة من الستات والاطفال فبيفضلوا يسألهم عن مكان جمال بس محدش بيرد عليهم وبيكتشف بانجامين قائد المجموعة ان في واحدة من الستات لف حزام ناس في حوالين نفسها ومستعدة تفجروا في اي لحظة فبياخد منها جهاز التحكم وبيخرجها برا البيت بعيد عن القوات وبيحذرها انها لو ما اعترفتش بمكان جمال هيني حياتها فورا لكن هي بتفضل سكتة ومش بترد عليه وبتقرر انها مش هتفقد حياتها على ايض زابط امريكي فبتوصل القنابل اللي في الحزام بشكل يدوي وبتفجروا وبعد سنتين بنشوف شخص اسمه جاك وهو في طريقه مع الارنب بتاعه لمدينة كولومبوس على الحدود المكسيكية وبنعرف انه رايح ينضم لشرطة المدينة وانه كان زابط في اسم الجرائم في ولاية نيو اورلينز وبيوصل جاك لمركز الشرطة وبيقابل كابتن ريمونا مأمورة المركز وبتبدأ ريمونا تعرفه على زميله بس هم بيفضلوا يضحكوا عليه بسبب الارنب اللي معاه ومش بيهتم جاك بكلامهم وبيقعد في مكانه وبتشرح ريمونا المهمة الجديدة للزباط وبتعرفهم ان المباحث الفدرالية بعتت لهم ملفات تخص تجار ممنوعات ومهربين ظهروا على حدود المدينة في الفترة الاخيرة وان المعلومات اللي عندهم بتقول ان المهربين دول كانوا زباط سابقين في الجيش وبعد ما انه خدمتهم اتجهوا لتهريب الممنوعات وبتفاهموا منهم مدربين على اعلى مستوى وان اي غلطة في التعامل معاهم هتقوم حرب شرسة وخسارها هتبقى كتير وبتجتمع ريمونا مع جاك على انفراد وبتعرفوا على قواعد المدينة وبتفاهموا انها ضمته لدورية حراسة الحدود وانه قداموا حاجة من الاتنين يا اما يحافظ على النظام وينفذ القانون او يبقى فاسد ويساعد تجار الممنوعات مقابل الرشاوي وفي الحالة دي هيواجه صعوبات كتير وهيتعاقب بالسجن وفي ناية الكلام بتحذروا انه ما يورطش نفسه في اي مشاكل مع السكان وانه لازم يتصرف بحكمة في اي موقف ولما الاجتماع بيخلص بيروح جاك للمطعم علشان يتغدى وينك بيستعزق بيه واحد اسمه جيد وبيصخر من الارنب بتاعه وساعة جاك بيتعصب جدا وبيوجه له ضربات قوية ففجأة بيهجم عليه مجموعة من اصحاب جيد علشان يضربوه وبيقدر جاك انه يخلص عليهم واحد ورد تاني بكل سولة وبياخد الارنب بتاعه وبيخرج من المطعم وبيروح على الفندو اللي هيقعد فيه وتاني يوم بيروح جاك على مركز الشرطة ووقتها ريمونا بتبقى متعصبة منه جدا بسبب اللي عمله في المطعم خصوصا انها حذرته من التعامل بتهول مع السكان وبتتكلم معاه وبتعرفه ان الموضوع ده لو اتكرر مرة تانية هترجعه لشورطة نيو اورليانز فبيعتذر لها جاك وبيعيدها انه هيتجنب المشاكل بعد كده وبتعرفه ريمونا على زميله باونيل وبتطلب منه منهم يتعاونوا مع بعض ويطبقوا القانون من غير مشاكل وبيخرجوا هما الاتنين علشان يبدأوا شغلهم وبيحاول باونيل انه يتكلم مع جاك علشان يتعرف عليه لكن جاك بيفضل ساكت ومش بيرد على اسئلته لحد ما بيسأله باونيل عن سبب تربيته للارنب فبيعرفوا جاك ان الارنب ما بتعملش صوت وعلشان كده هو بيربيه وفي نهاية اليوم جاك بيوصل باونيل لبيته وبيرجع للفندو والصبح جاك بيروح شغله وبيبلغوا باونيل ان فيه تبادل اطلاق نار بين الشرطة وبين مرتزقة على الحدود وبيعرفوا انهم طالبين دعم فبيتحركوا فورا لمكان الاشتباك وبيكتشف جاك ان المرتزقة بيحاولوا يعدوا الحدود لكن هو بيقرر ياخد باونيل ويروحوا المكان تاني من خط الحدود فبيستغرب باونيل وبيسأل جاك عن السبب فبيفهموا جاك ان المرتزقة اللي بيضربوا نار كانوا بيحاولوا يشتتوا الشرطة عن حاجة تانية اكبر وفعلا لما بيوصلوا بيشوفوا مجموعة كبيرة من المرتزقة بيهربوا ممنوعات في المكان اللي رحوه وبيقدر باونيل انه يقبض على واحد منهم وبيقبض جاك على واحد تاني لكن لما بيفتشوا بيتفاجأ ان فيه حزام ناسف ملفوف حواليه فبيطلب خبير متفجرات وبيوصل الخبير ولما بيحاول يفكها بيكتشف انها معمولة بدقة عالية جدا لدرجة انه بيفشل وبتنفجر القنبلة في المجرم وبيتصاب الخبير وفي نفس الوقت بنشوف المهربين وهما بيرقبوا الوضع من بعيد وهنا بيكتشف ان هما نفسهم الزباط بنجامين وكارب وباقي المجموعة بتاعتهم وبعدها بيروح بنجامين لأصر ماركوس زعيم العصابة اللي شغالين لحسابه وبيعرفوا انه رتبلوا معاد مع بنيتو زعيم المافيا المنافس ليه بعد ما بنيتو بنفسه طلب انه يقابله وفعلا بيتحركوا بالعربيات لحد ما بيقصلوا للمكان المحدد وهناك بنيتو بيتكلم مع ماركوس وبيفاهموا انهم بقالهم فترة طويلة في حروب مع بعض وان عدد الرجال اللي فقدوهم كبير جدا وده السبب اللي خلاه يطلب ما قابلته وبيعرض عليه بنيتو انهم يقسموا الحدود بينهم بالنص علشان الخلافات اللي بينهم تنتيه ويفتحوا صفحة جديدة فبيوافق ماركوس على عرضه لكن فجأة رجالة ماركوس بيغضروا ببنيتو ورجالته وبيطلقوا غاز سام في المكان اللي هم فيه وبيلبسوا اقنعة اكسجين علشان ما يتأثروش بالغاز وبعد لحظات بيخلصوا على بنيتو ورجالته وساعتها بنجامين بيغضر بماركوس وبيخلع القناع من على وشه علشان يتخلص منه وفي نفس الوقت ده كارب كان بيهاجم باقي رجالة بنيتو عند العربيات وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم وبكده بنجامين وعصابته بقى هم المسيطرين على تجارة الممنوعات بعد ما تخلصوا من ماركوس وبنيتو وفي مركز الشرطة بيجي عامل من المباحث الفيدرالية علشان يشرح للزباط طريق التجار الممنوعات في التهريب وبيفاهمهم ان حدود المدينة دي تحديدا بيعدي من خلالها حوالي خمسين الف مهاجر غير شرعي كل سنة وان تجار الممنوعات لو استغلوا عشرة في المية بس منهم هتحصل كرسة وده لان المهاجر الواحد بيشيل معاه كيلو من الممنوعات لكن المشكلة الاجبر هي ان العصابات بتلف حوالين المهاجرين حزام ناسف وده معناه ان المهمة تبقى صعبة جدا لانهم مجبرين يرقبوا كل شخص بيعبر الحدود ويفتشوه وبيأكد عليهم ان فرق تفكيك القنابل لازم تكون جاهزة طول الوقت وبيكمل العميل الفيدرالي كلامه وبيعرفهم انهم بعد ما كشفوا على الحزام اللي فيه القنابل اكتشفوا انه مستحيل يتفجر الا باستخدام جهاز تحكم وبيطلب منهم انهم ياخدوا حذرهم وبتتكلم رمونا مع الفريق وبتفهمهم ان المعلومات اللي عندهم بتقول ان قائد المهربين هو ظابط سابق اسمه بانجامين وان مكتوب في التقرير بتاعه ان حياته انتهت اثناء خدمته في افغانستان لكن الشرطة لحظت ظهوره مع واحد من تجار الممنوعات اسمه الشيخ همام ومن وقتها هو تحول من ظابط لتاجر ممنوعات وساعتها باون البيت كلموا بيسألهم لو كانت الحكومة هتدعمهم بقوات من الجيش او معدات حديثة ولا لا فبيرد عليه العميل الفيدرالي وبيعرفوا ان الدولة في الوقت الحالي مجغولة بالانتخابات وانهم مضطرين يواجهوا تجار الممنوعات والمهربين لوحدهم ومن غير اي دعم وبعد الاجتماع باون البيتكلم مع جاك وفي نفس اللحظة بيهجم مجرم على واحد من الزباط وبياخد منه المسدس بتاعه وبيوجهه الراس باون ال فبيهجم جاك عليه بسرعة وبينقص باون ال في الوقت المناسب وفي الطريق باون البيشكر جاك لانه انقص حياته واسناء كلبهم جاك بيشوف اتنين مجرمين بيحاولوا يسرقوا شخصا في الشارع فبينزل من العربية وبيطردهم وفعلا بيقدر يقبض على واحد منهم بس التاني بيهرب منه وقتها المجرم اللي مسكه بيعرض عليه رشوة علشان يسيبه وبيرفض جاك وبيحط الكلب شات في ايده وفي اللحظة دي بيرجع المجرم اللي هرب وبيحاول ينهي حياة جاك لكن جاك في ردة فعل سريعة بيصوه بالمسدس ناحيته وبيخلص عليه وفجأة المجرم التاني بيطلع السلح بتاعه علشان يتخلص من جاك وساعتها جاك بينهي حياته هو كمان وبعد شوية بتوصل ريمونا وهي متضايقة من تصرف جاك وبتتكلم معاه وبتفاهموا ان سكان المدينة كلهم ما يكملوش الف فرد وان اي شخص منهم حياته بتنتهي بيسبب مشكلة كبيرة وفي الوقت ده بيوصل عمدة المدينة وبيهني جاك على التصرف البطولي اللي عمله وبيدعوه لحفلة اعادة الانتخاب بتاعته في مركز المدينة وده لانه شايف انه ممكن يستفيد من ظابط قوي زي جاك علشان يحس السكان المدينة بالامان وينتخبوه تاني وفي نفس اليوم بيتجامين بيتكلم مع كارب وبيسأله عن الظابط اللي خلص على اثنين من رجالتهم وبيعرفوا كارب انه ظابط جديد اسمه جاك لسه منضم لشرطة المدينة فبيطلب منه بنجامين انه يرشيه زي باقي الزباط علشان يسهل تجارتهم لكن كارب بيعرفوا انه فعلا رجالته عرضوا على رشوة بس هو رفضها وفي المطعم بيروح جيد يعتذر لجاك على اللي حصل اخر مرة وبيقبل جاك اعتذاره وبتعزموا لكسا صاحبة المطعم على طلباته بسبب انه تصدى للمجرمين في المدينة على عكس اللي بيحصل دايما من الشرطة وفي نفس الوقت ده في المكسيك وتحديدا في المقر بتاع بنجامين العصابة بتحضر شحنة ممنوعات كبيرة علشان يهربوها وبيتكلم كارب مع بنجامين وبيعرفوا انه تم تجهيز شحنة الممنوعات بشكل احترافي علشان كلاب الشرطة ما تقدرش توصل لها وانها يتم تهربها في عجل اوتوبيس فبيسألوا بنجامين هما يتصرفوا ازاي لو الشرطة اشتبكت معاهم وبيعرفوا كارب انه دعم الاوتوبيس بدروع مضادة للرصاص ومستحيل اي رصاص يخترقها فبيتطمن بنجامين وبيسألوا عن خطة التهريب وبيشرح لو كارب انهم هينقلوا مجموعة من رهبان الكنيسة في الاوتوبيس وهيتخفوا اسطهم وبعدها هيتجهوا للمعبر على الحدود على اساس انهم في رحلة دينية لكنيسة لاس كروساز اللي في مدينة كولومبوس وفعلا تاني يوم الصبح بيجهزوا الاوتوبيس وبيتجهوا للمعبر وهناك بيطلع ظابط علشان يتأكد من جواز السفر بتاع الركاب لكن بيلاحظوا على ايد واحد من العصابة فبيشك انه مش راهب وبينزل يبلغ المسؤولين عن الاوتوبيس وساعتها كارب بيلاحظوا وبيقوم رجالته انهم يقفلوا الاوتوبيس ويتحركوا به وبتطلع العصابة الاسلحة اللي كانوا مخبينها وبيشتبكوا مع الشرطة وبيقدروا انهم يتخلصوا من مجموعة كبيرة منهم ويهربوا وقتها المركز بيبلغ جميع الوحدات علشان يحصروا الطريق اللي العصابة اتمشي منه وبتحرك جاك وباونيل على هناك ولما جاك بيشوف العصابة بيروح في القسر وبيضرب عليهم نار وبينجح في انه يسيب واحد منهم لكن العصابة بتكتشف ان الطريق مقفول فبيضطروا انهم يلفوا ويرجعوا للمكسيك تاني وبيتكلم باونيل مع جاك وبيعرفوا انهم مش هينفى يعدوا الحدود وإلا هيتعرضوا المشكلة كبيرة لان حكومتهم ملاش سلطة هناك فبيصمم جاك انه يروح ورا العصابة ويقبض عليها وفعلا بيعدي الحدود وبيفضل يطارد الاوتوبيس بتاع العصابة هو والشرطة المكسيكية لحد ما بيدخلوا السوق وساعتها الاوتوبيس بيعمل حدثة فبيخرج بنجامين وكارب وبيبعدوا عن الاوتوبيس وباقي العصابة بتشتبك مع الشرطة وبيقتحم جاك الاوتوبيس وبيخلص على افراد العصابة واحد ورا التاني وبيشوف بنجامين وكارب وهم بيتكلموا مع مأمور الشرطة المكسيكي وانا بنعرف انه فاسد وبيسهل لهم تجارتهم الممنوعة وفجأة في شخص بيدرب جاك على راسه وبيخليه يفقد الوعي ولما بيفوق بيلاقي نفسه قدام المأمور المكسيكي وبعدها المأمور بياخدوا للسجن وبيعرفوا انه على ارض المكسيك وده معناه انه ملوش اي سلطة هنا وانه بالنسبة له مجرد مهاجر غير شرعي ويطبق عليه القانون وبيقوم الرجالتو بينهم ياخدوا لحلبة القتال وبيتفاجئ جاك ان المأمور عامل حلبة قتال في السجن وبيجمع رهانات من قتال المساجين وبيدخل جاك في قتال مع واحد من المساجين وبيراهن هو والزباط على ان المسجون هيكسب جاك وبيبدأ القتال بين الاثنين وبيباني ان المسجون قوي جدا لكن جاك بيقدر يقضي عليه ويكسر دراعه فبيتعصب المأمور لانه خسر فلوسه وساعتها بن جامين بيكون مدايق جدا بسبب شحنة الممنوعات اللي اتمسكت وبيتكلم مع كارب وبيفاهمه انه خسر 35 مليون دولار وبيأمروا بانه يجيب له جاك في قسرع وقت وفي مركز الشرطة ريمونة بتتكلم مع العمير الفيدرالي وبتبلغوا ان باونيل وجاك اختفوا اثناء مطردتهم للعصابة في المكسيك وبتطلب مساعدته علشان يوصلوا لهم قبل ما يحصل لهم حاجة وبعدها بيتوجهوا لساحة المدينة وبيحضروا جنازة الزباط اللي حياتهم انتهت في الاشتباكات وينك العمدة بيتكلم مع ريمونة وبيطلب منها انها تلاقي جاك وترجعه في اسرع وقت وده لان معاد الانتخابات قرب وهو عايز يستغل شهرته في جمع الاسوات وبعد الجنازة بتيجي مكلمة لريمونة من زابط اسمه ايميل وبيعرفها ان جاك موجود في مدينة لاس بالوماس في المكسيك وبيقولها على العنوان فبتتحرك ريمونة بسرعة للعنوان وفي الوقت ده بنشوف جاك وهو متعلق من رجليه فوق بيسين متكهرب في بيت بنجامين وبنعرف ان مامور الشرطة هو لسلمه للعصابة وبيتكلم بنجامين مع جاك وبيفهمه انه مش مصدق ان شخص بالقوة والزكاء اللي عنده يبقى مجرد زابط في دورية حراسة الحدود وبيطلب منه انه يعترف بحقيقة وجوده في المدينة ويلا هيرميه في البسين ويخلص عليه لكن جاك بيعرفه انه كان زابط في شرطة نيو أورلينز وانه اتنقل لمدينة كلومبوس بعد الاعصار اللي دمر بيته فبيتهموا بنجامين انه بيجدب وبيفهمه انه هيخليه قولي الحقيقة بالقوة وفجأة بيدخل باونلو مع ريمونة بعد ما خدعها وخلها تيجي لحد الاصر علشان يمسكها وانه بنعرف انه طول الفترة اللي فتت كان بيشتغل لحساب رئيس العصابة وقتع بنجامين بيصوب بالمسدس بتاعه على راس ريمونة وبيحذر جاك بانه هيخلص عليها لو ما قالش الحقيقة فبيضطر جاك انه يعترف له بكل حاجة وبيعرفه انه كان عايش مع امراته وبنته في نيو أورلينز لكن في يوم من الايام بنته شربت من الممنوعات اللي هو بيهربها وحياتها انتهت ويومها هو قرر انه ينتقل للمدينة وياخد حقها من تجار الممنوعات كلهم وهنا بنعرف ان الارنب اللي جاك بياخده معاه في كل مكان كان بتاع بنته وساعتها بنجامين بيقمر رجالته بينهم يستدعو الزابط ايميل ولما ايميل بييجي بيعتذر لريمونة وبيفهمها انهم خلوا يكلمها بالقوة وفجأة بنجامين بيرمي ايميل في البسين وبيخلص عليه وبيقمر باونة الواحد من رجالته بينهم يحتاج زوجاك وريمونة في القبو بتاع الاصر وبيروح بنجامين يتكلم مع التجار اللي بياخد منهم ممنوعات وبيعرف انهم متضايقين جدا بسبب شحنة الممنوعات اللي الشرطة مسكتها لكن بنجامين بيطمنهم وبيعيدهم انه هيرجعها وبيطلب انه يتكلم مع الشيخ همام علشان يشرح له الوضع فبيرفضوا وبيقفلوا المكالمة وبعدها بنجامين بيتأكد من حساباته البنكية وبيكتشف انه موقفوا كل الحسابات وانهم سحبوا كل فلوسه وانه ما بقاش عندهم غير البضاعة اللي في المغزن وبيأكد عليه انه لازم يدفعوا عنها وينقلوها بعيد عن الشرطة وفي نفس الوقت جاك بيفضل يستفز باونة لحد ما بيتدايق وبيضربه وبتستغلي ريمونة انشغال باونة مع جاك وبتضرب الشخص اللي مسكها وبتاخد منه المسدس وساعتها بتقضي عليهم هما الاتنين وبتفكوا ايديها وبتحرر جاك وبتتصل بمركز الشرطة وبتطلب منهم الدعم في اسرع وقت لكن الزبط بيفاهمها ان القوات مش هتقدر تدخل المكسيك وبيتبلغوا ريمونة ان عندهم فرصة للأبد على بنجا منه وعصابته وانهم لازم يتصرفوا باي شكل ويعدوا الحدود وبيتصل المأمور ببنجا منه وبيعرفوا انه جات له تعليمات من الحكومة الامريكية بالأبد عليه هو وبرجالته وانه قرب يوصل لبيته هو والشرطة الامريكية وبيطلب منه انه يهرب بسرعة قبل ما يوصلوله وساعتها جاك وريمونة كانوا بيشتبكوا مع واحد من العصابة وبتخرج ريمونة من القصر علشان تدور على مخرج يهربوا منه لكن بتشوف كارب وهو بيحمل الممنوعات على العربية فبتروح نحت الجراج وبتسرق منه عربية علشان يهربوا بيها بس بتتفاجئ ان في واحد من العصابة كان نايم في العربية فبتسوق بأقصى سرعة وبتخبط في الحيط علشان تخلص عليه وبتنجح فعلا لكن هي كمان بتفقد الوعي بسبب الخبطة وبيقدر جاك انه يخلص على مجموعة من العصابة في ساحة القصر ولما بيخرج برا بيشوف باقي العصابة وهما بيحملوا الممنوعات على العربية وقتا بتوصل قوات الشرطة وبيشتبكوا مع العصابة فبيجي جاك من وراهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيبقى مش فاضل غير بنجة منه كارب وبيدخل جاك للأسر علشان يدور عليهم وفجأة بيزهر كارب وبيشتبكوا مع بعض وبيفتح كارب كنبلة وبيرميها على جاك بس جاك بيقدر يهرب منها قبل ما تنفجر بلحظات وبيتأثر من شدة الانفجار وبيقع على الأرض وبيستغل كارب اللي حصل وبيروح له وبيكون عايز يتخلص منه بآلة حادة وبيتصدى جاك لضرباته القوية وبيفضل كارب يضربه لحد ما بيفقده التوازن وبرغم ان جاك مش شايف كويس لكن بيقدر يوقف على رجلي من تاني وبيضرب كارب ضربة قوية بيتوقعه على الأرض وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه تماما وفجأة بيلاقي بنجا من قدامه وموجه المسدس بتاعه نحيته فبيفجأوا جاك وبيرمع لكم بلا صغيرة اللي لقاها في الأصر وبيفجرها بجهاز تحكم مبينة حياته وبكده بيكون جاك قدر يخلص على العصابة كلها وتاني يوم الصبح بيتطمن جاك على ريمونة وأثناء كلامهم بيجي مأمور الشرطة المكسيكي وبيشكروا انه خلص المدينة من تجار الممنوعات بس في الحقيقة هو بيكون متدايق لانه كان بياخد منهم رشوة وبيقرر جاك انه يرجع لنيو أورلينز من تاني بعد ما رجح ابنته بيبدأ الفيلم في دولة منغوليا مع ريتشارد وبنعرف انه كان بيشتغل عميل مخابرات فرنسي سابقا وتفصل عن الخدمة ودلوقتي بقى عميل مأجور وبيكون في مهمة وهي انه ينقذ ابن رجل اعمال مشهور مخطوف من عصابة وبيقدر بسهولة انه يهزم العصابة ويرجع الشاب الابوه وقبل المهمة ب24 ساعة بنروح فرنسا وبنشوف شاب اسمه سيميون وده عضو في المافيا وبيبقى منتحل شخصية شاب عنده حصانة وبيستغل الحصانة وبيعمل كل حاجة غير قانونية وبيتشوفه الشرطة وهو بيخالف السرعة القانونية على الطريق وبيجروا عرب العربيات وبيقبضوا عليه لكن لما بيمسكوه بيكشفوا عن هويته وبيكتشفوا انه عنده حصانة سرية بيسيبوا يمشي وبيكون منتحل شخصية شاب اسمه أرتشبالد المحمود وبعدها بنروح لوزارة الخارجية في باريس وبنشوف مدير الوزارة الجديد اسمه لازار وبيروح لصاحبه بول في مكتبه وبيقوله انه مش عاوز عربية خاصة بيه وشايف ان من الظلم ان كل واحد في الوزارة يبقى عنده عربية خاصة بيه وبيعرفه بول ان دي جرات روتينية ولازم يمضي على استلام العربية حتى لو مش هيستخدمها وبعدها بيقول لازار لصاحبه انه اكتشف ان فيه ألعيب فازدة بتحصل في وزارة الدخلية وكمان فيه شاب بيتحول له فلوس كل شهر على حسابه وهو اساسا مش بيشتغل ورئيس فرنسا قال لهم لازم يحربوا الفساد في الدولة لكن بول مش بيهتم بكلامه وبيعرفوا انه هو المدير ودي مسئوليته وبيروح لازارة على مكتبه وبيفتح الكمبيوتر بتاعه وبيدخل على بيانات الشاب وبيمنع اي تحويلات مالية للشاب ده واكتشف ان بيتحول لارتشبالد مبلغ 1580 يورو كل شهر من سنة 1995 لحد النهار ده وعرف ان ارتشبالد عنده حصانة سرية وبيرتكب افعال غير قانونية وماحدش بيحسبه في الدولة وقرر لازار انه يرفع من عليها الحصانة ويحط اسمه على قيمة المطلوبين للعدالة وفي نفس الوقت كان ارتشبالد وايف قدام الاتم مع صاحبه مومو وبيحاول يسحب فلوس الشهر عشان يجب مخدرات لكن بيلاقي انه مفيش فلوس اتحولتله وبعدها بيرجع بيته وبيقابل فيرنالد الراجل العجوز اللي رباه بعد ما ابو تخلى عنه من وهو طفل وبعدها طلب ارتشبالد من فيرنالد انه يسليه في فلوس لانه ملاقاش فلوس متحوله في حسابه الشهر ده ولما عرف فيرنالد انه فلوسه ما وصلتش في معدها فهم ان الدولة رفعت الحصانة عن ارتشبالد وانه بقى في خطر ومطلوب للعدالة وبس فيرنالد من شباك بيته ولقى اتنين مخبيرين جايين على بيته علشان يقبضوا عليه ويسعد تتصل فيرنالد على ريتشارد وقالوا ان ابنه ارتشبالد في خطر وممكن يتقبل عليه في لحظة وطلع ظرفي فيه فلوس حدفوا الارتشبالد وطلب منه يهرب من الشباك بسرعة قبل ما المخبيرين يوصلوا البيت وكان فيرنالد عنده مشاكل في اسمام القلب ومركب جهاز عشان ينظم ضربات قلبه لكن بيحصل تشويش على كهربة البيت بتخلي جهاز القلب يقف وبيموت في ساعتها وبيدخل المخبيرين للبيت بيلقوا فيرنالد ميت على الارض ومش بيلاه ارتشبالد وفي الوقت ده بيهرب ارتشبالد وبيحاول انه يتجنب الشرطة لكن بيلاه عربيات الشرطة والدبابات محصران من كل مكان وبيقبضوا عليه وبيعرف ريتشارد ان ابنه ترفع من عليها الحصانة وبيبعت ايميل لواحد اسمه جوار رئيس مكتب المخابرات السرية في فرنسا وكانوا متوطرين من ايميل ريتشارد لانه تفصل عن شغله بسبب انه يعرف معلومات سرية خطيرة عن المخابرات وكان بيهددهم بيها وطلبت وزيرة الداخلية انهم يقبضوا على ريتشارد في اسرع وقت وبعتت للواء متقاعد عن الخدمة اسمه فيليب يساعدهم في القبض على ريتشارد لانه يعرف كل المعلومات عنه عشان كان قائد فرقة العمليات الخاصة اللي ريتشارد كان عضو فيها وحكى اللواء عن ريتشارد وقال لهم انه كان اسكى واحد في الفريق وكانوا بيطلقوا عليه اسم الضباب ولما اتفصل من خدمته بقى معروف انه اخطر عميل مأجور في العالم وما فيش عملية بيفشل فيها لانه زكي جدا وحكى لهم ان المخابرات الفرنسية بعتت ريتشارد سنة 1995 مهمة عسكرية في السودان بس الجيش السوداني عرف يقبض على ريتشارد وده السبب ان المخابرات الفرنسية تخلت عنه عشان هو فشل في مهمته وريتشارد غضب لما عرف الخبر ده وهدد المخابرات انه هيكشف كل فسادهم واسرارهم للجيش السوداني وابضوا على مراته وكانت جنسيتها من العرب وهددوا بيها يختفي من فرنسا وطلبت مراته من المخابرات الفرنسية شروط وهي ان ابنها يبقى لي مرتب شهري للأبد حتى لو ما اشتغلش وان يكون عنده حصانة سرية ووافقت المخابرات على طلبها واختفى بعدها ريتشارد ولما عرفوا ان ريتشارد بيحاول ينقذ ابنه من الحكومة اتجمعوا كلهم عشان يلاقوا طريقة يقبضوا بيها عليه قبل ما يوصل لابنه بس للأسف ما كانوش عارفين شكل ريتشارد حاليا لان اخر صورة لي معاهم كانت وهو شاب في الجامعة وراح ريتشارد يقابل صاحبته مارجريت واللي كانت بتشتغل عميلة سرية وهي حاليا متقعدة وقال لها ان ابنه تقبض عليه وطلب منها تساعده وساعتها جابت له ملف فيه كل المعلومات عن ابنه وقالت له ان ابنه بيخالف قوانين الدولة دايما وبيعمل مخالفات كتير وبيشتغل في المخدرات وتاني يوم رح ريتشارد البيت ابنه وهو متنكر في زي عامل نظافة وبدأ يسترجع الزكريات ويشوف صور ابنه ومراته الميتة وكان متأثر جدا وساعتها دخل شخص غامض للبيت وكان بخب وشه وظهر ريتشارد فجأة ومسك دراعه ولفه ورى ظهره لكن اكتشف انها بنت واسمها دليلة وتبقى صاحبة ارتشبالد وبتبيع مخدرات فاعتذر لها على طريق التعامل معاها وبعدها خرجوا هما الاتنين قدام البيت وظهر ولدين حاولوا يضربوا دليلة عشان هي تاجرت مخدرات لكن ريتشارد كسر لواحد صباعه ووقعت تاني على الارض وامرهم ان محدش فيهم يتعرض لها تاني وبعد كده رجعت هي وريتشارد لبيت ارتشبالد ودخل لقوضة سرية محصنة في البيت مكانها ورى الجدار وكانت القوضة فيها كاميرات مرأباء واكل ومجهزة من كل حاجة وانبهرت دليلة لما شافت القوضة وبعدها سألته دليلة عن هويته الحقيقة لانها مش مصدقة انه عامل نظافة وده لانه محترف في القتال فحكالها عنه وعن ارتشبالد وقال لها كل حاجة عن الحصانة السرية لكن عرفها ان ماينفعش حد يعرف الموضوع ده وبنروح لارتشبالد وهما بيحققوا معاه وبيكون متوتر وخايف وبيحقق معاه اتنين وبيعودوا يهددوا بالكلام وبيطلب ارتشبالد انه يشوف فرنالد وبيعرفوا المحقق انه مات وانه كان عامل سري متقاعد واتصدم جدا لمعرف انه مات وبيفقد الوعي وبيقع من على الكرسي وبعدها بنروح لسيميون وبيجي له اتصال بيعرف منه ان الحصانة اترفعت من عليه وبعدها اتصل على بول وبنعرف انه بيساعده دايما انه يخلص له مهمات واوراق غير قانونية وفي المقابل كان بيدفع له سيميون رشوة ضخمة لكن بول حذره انه مطلوب دلوقت للعدالة ومش هيقدر يساعده والافضل ليه انه يهرب بره فرنسا علشان ممكن يثبته في التحقيقات انه كان بينتحل شخصية واحد مطلوب للعدالة وبعدها بيقرر ريتشارد انه يعمل خطة ويزور قرار فيه طلب لنقل ارتشبالد لسجن تاني وتاني يوم بيروح لابنه السجن وهو متنكر في زي راجل من مدرسة تعليم السواءة واول ما شاف ابنه خاف يقوله انه هو ابوه لان ابنه كان شايف ان ابوه شخص سيء وبيكرهه فقرر يقوله انه صاحب ابوه وجاي عشان ينقذه بعدها خد ارتشبالد وركبه عربية تعليم السواءة وطلب منه يسوق لان ما فيش شرطة هتمشي ورا عربية تعليم السواءة وتقبض عليها ولاحظ ان ارتشبالد مش بيعرف يسوق وبيستغرب ان واحد عنده كمية المخالفات والافعال الغير قانونية دي ومش بيعرف يسوق وبعدها بتلاحظهم عربية الشرطة وبتبدأ تطردهم بس ريتشارد بيمسك ديركسيون العربية من ابنه وبيسوق هو وبيقدر يهرب منهم وبعدها بيرجعوا للبيت وبيشوف ارتشبالد الغرفة المحصنة وبيبقى مصدوم وبتلاحظ دليلة ان ريتشارد معرفش ابنه انه هو ابوه وبعدها بنروح للازار في مكتب المخابرات وهم بيحققوا معاه عشان هو السبب في ان ريتشارد ظهر بعد ما الغى الحصانة من على ابنه بس يدافع عن نفسه وقال لهم انه ما عندوش فكرة عن ريتشارد وانه هو بيعمل شغله مش اكتر وقرر انهم يستخدموا لازار عشان يقبضوا على ريتشارد وفي الوقت ده بيحكي ريتشارد الابنه ان في حد انتحل شخصيته وبيعمل افعال غير قانونية عشان كده مطلوب الابض عليه وبيقوله ان ابو اداله حصانة سرية وبسبب انه كاره ابوه فبيعرفوا ريتشارد انه هو صاحب ابوه واسمه جورج وساعتها سيميون بيقابل صاحبه بول وبيطلب سيميون منه يتصرف ويرجع حصانة ارتشبالد عشان يقدر يخلص صفقة الاسلحة لان معادها قرب وهدده انه مش هيديه فلوس لو محلش الموضوع ده في اسرع وقت وبينروح لمكتب المخابرات وبينشوف جوار وهو بيتكلم مع لازار وبيعرفوا انهم هيفرجوا عنه بس بشرط انه يتعاون معاهم عشان يقبضوا على ريتشارد وده له جهاز تنصت علشان لو ريتشارد حاول يتواصل معاه يقدروا يتنصته عليه وعرف ريتشارد ان لازار هو اللي رفع حصانة ابنه وقرر انه يقابله ويفهم منه ليعمل كده وتواصل بعدها مع لازار علشان يقابله في وسط باريس وبيكون فيه مخابرات في كل مكان حواليه متنكرين في شخصيات تانية واتصل بي ريتشارد وطلب من لازار انه يقلع هدومه ويركب عجلة ويلبس خوزة على دماغه عشان يقدر يعرفه لما يوصل وبدأ يحدد له المكان اللي المفروض هيمشي فيه ولما بيوصل لازار بيلاقي ريتشارد لكن فجأة الشرطة بتظهر وبيحاولوا يضربوا ريتشارد بس ريتشارد بيكون اسكى واقوى منهم وبيقدر يهزمهم وبيتدور بينهم معركة شارسة وبيسبب لهم كسور وبيفقدوا الوعي وبعدها بياخد لازار في عربية ايس كريم وبيغم عينه عشان ما يشوفش الطريق وبيودي لحد بيت ابنه وبعد ما وصلوا البيت قال ريتشارد للازار ان المخابرات عاوزة تخلص عليه لانه عارف معلومات سرية عنهم وطلب من لازار انه يحكيله كل حاجة يعرفها لكن لازار قاله انه مش هيقدر يقول اي اسرار عن المخابرات وبعدها قلت ريتشارد نفس نبريت صوت لازار بالزبط وهدده انه لو ما قالوش على كل حاجة هيتصل بمكتب المخابرات ويقلت صوته ويورطه في كل القضايا اللي ابنه متهم فيها وبعدها وافق لازار وفرجوا ريتشارد على الناس اللي قتلوا فيرنالد في كاميرا المرأبة وقدر يعرف العربية بتاعتهم وان دي العربية بتاعته لكن هو ما استخدمهاش قبل كده والشخص الوحيد اللي استخدمها هو بول وهو المتسبب في قتل فيرنالد وبيشوف ريتشارد على حزاء ابنه قطعة لبانة وبيعرف انه خرج من البيت مع ان ابوه حذروا انه ما يخرجش وتعصب عليه وبعدها خد ابنه ولازار وحاولوا يهربوا لكن فجأة نين من المخابرات بدأوا يضربوهم بالرشاشات من كل الاتجاهات ودخلوا بسرعة القضا المحصنة وقفلوا عليهم الباب ورقبوا المخبرين من كاميرات المرأبة وعرفوا انهم بيعلقوا قمبلا برا المخبأ السري هتنفجر بعد ثواني وساعتها شاف قارتشبالد باب سري للهروب ويربوا منهم التلاتة بسرعة وفي اللحظة دي القمبلا انفجرت وكان بول بيتابع مع رجالته وعرف انه انفجروا البيت وريتشارد وابنه ماتوا وبيوصل للمخابرات ان ريتشارد مات وبيحس جوار بالسعادة لانه بيكره ريتشارد بسبب خيانته مع مراته وساعتها بيكون ريتشارد متفق مع دليلة انها اتحضر عربية اخوها مومو عشان يهربوا فيها وبالفعل ركبوا العربية هم الاربعة وكان مومو بيسوق بيهم واتفق ريتشارد مع لازار انه هيسمح له يرجع شغله في وزارة الداخلية لكن بشرط ان ريتشارد يضربه في وشه عشان يبين لهم انه هو قاعد يعزبه عشان يعترف باي معلومات لكنه فشل وبعدها ريتشارد اطلق صراحه وادله ميكروفون عشان يحطه في مكتب بول ولما دخل لازار الوزارة كان وشه مصاب والناس خايفة من شكله ودخل على مكتب بول عشان يحط الميكروفون لكن اتوتر لما سمع صوت بول داخل ووقع الميكروفون على الارض وعمل نفسه نايم من التعم ولما دخل بول لقامه صف وشه ونايم وارب منه بول وحاول يخنقه وهو نايم لكن قبل ما يعمل حاجة بيدخل عملاء من المخابرات وبياخدوا معهم لازار عشان يوصف لهم شكل ريتشارد لكن لازار وصف لهم شكل مختلف تماما عن ريتشارد وبعدها شاف جوار شكل الوصف بتاع ريتشارد وقال ان ريتشارد عمل كده عشان يخفي شكله الحقيقي ومحدش يقدر يوصل له ويقتله وبعدها بيمشي لازار ورح قابل ريتشارد وحكاله على كل حاجة وبيتفق انهم لازم يستخبوا في مكان سري فبيقترح عليهم لازار انهم يروحوا يستخبوا في الكازينو بتاعه لان محدش يعرفوا غيره ولما بيوصلوا لازار بالغلط قدام ارتشبالد ان ريتشارد هو ابوه الحقيقي وبيتصدم ارتشبالد وبيروح يوعد في قوضة الواحد وهو بيعيط وبيتقول دليل الابو يروح يتكلم معاه ويصلحه لانها درس علم نفس والشخص الوحيد اللي هيقدر يصلحوه هو ريتشارد ورح ابوه وفهمه انه كان لازم يهرب عشان يعيش هو وامه من غير مشاكل لكن ارتشبالد بيقول له هو غضبان انه عمره ما كان موجود في حياته وسب امه يوم الجنازة وما سألش عليها لما توفد بمرض السرطان وبيقرر ريتشارد انه يروح للشخص اللي منتحل شخصية ابنه لكن مش بيوافق ان ابنه يروح معاهم وبيربط ايده في عمود في الكازينو عشان ما يهربش وبيروحوا كلهم وبيروح للمكان بتاع سيميون وبيسمعه هو بيكلم بول عن صفقة الاسلحة وبيعرف معلومات خطيرة وبيروح سيميون عشان يغير هدومه وساعتها بيتفاجئ ريتشارد ان ابنه قدر يهرب من الكازينو ووصل للمكان وكمان بيشوفه هو داخل قوضة سيميون ولما دخل ارتشبالد ورا سيميون حاول اسرق تليفونه وجوزات السفر بس بيظهر بنتين بيدربوا ارتشبالد وبيقعوا على الارض وبعدها بيدخل ابوه ويدرب البنتين وبيخليهم يفقدوا الوعي وبنعرف ان الشرطة مرأة بالمكان وبيظهر اتنين من المخابرات مسلحين وبيدخلوا على ريتشارد وابنه وبتحصل بينهم معركة عنيفة وبتسمع دليلها صوت الضرب فبتدخل تساعدهم وبتكهرب المخبرين وبتخليهم يفقدوا وعيهم وبعدها بيهربوا بسرعة ومعاهم موبايل سيميون وبيرجعوا على الكازينو وبيقول لهم ريتشارد انه عرف كل حاجة عن الصفقة وان سيميون عرف ينتحل شخصية ارتشبالد عن طريق بول عشان هو اللي اداله اوراق وهوية ارتشبالد بحيث يقدر يستخدمها والمفروض انهم يعملوا خطة ويقبضوا على سيميون وبول اثناء عملية تهريب الاسلحة وبيتسل ريتشارد ببول من موبايل سيميون وبيقلت سوته بالزبط وبيتفق معاه على معاد صفقة السلاح وبيعرفوا بول انه لازم يجهز 30 مليون دولار عشان يتمموا الصفقة وبعدها اتصل ريتشارد برجل الاعمال اللي انقذ ابنه المخطوف في منغوليا وطلب منه 30 مليون دولار وقال له هيرجعهم له بعد 24 ساعة ووافق رجل الاعمال وقال له ان الفلوس ستوصلوا في خلال ساعة وبعد ما الفلوس وصلت راحه على المكان اللي هتم فيه الصفقة وكان المكان في حفلة ضخمة حاضرها ناس مهمين في فرنسا وتنكر ريتشارد وباقي الفريق كأنهم بيشتغلوا في المكان ودخلوا غرفة سيميون وغيروا هدومهم عشان يستعدوا للصفقة وبعدها اتصل ريتشارد بجوار وقال له ييجي في مكان تسليم الصفقة عشان المجرم موجود حاليا وبعدها بيتنكر ارتشبالد في شكل سيميون وبيتنكر ريتشارد في شكل حبيبة سيميون ولما وصل بول كان ارتشبالد وريتشارد مدينوا ظهرهم اللي متنكرة في شكل فتاة ليل وفجأة بيكتشف بول ان اللي عادين هم ريتشارد وابنه وبعدها بيقول ريتشارد الدليلة انها تستعد للخطة البديلة وفجأة الكهرباء بتفصل وبيختفي ريتشارد والفريق بتاعه وبيطلع بول يجري وراهم هو ورجالته وبيقابل ريتشارد عملاء مخابرات وبيضربهم بطريقة عنيفة وبيقعوا على الارض فقدين الوعي وبعدها بيظهر بول وبيحاول يهرب بشنطة الفلوس لكن ريتشارد بيحدف عليكو ريتشارد بولينج وبيقعوا على الارض وبيشوف ريتشارد صادقته مارجريت وبيطلب منها تاخد ابنه ودليلة وتحميهم وتاخد بول وتسلموا للشرطة وبعدها خدتهم وخرجت من القوضة وبيتفاجئوا ان بول يطلع ابن مارجريت وفجأة مارجريت بتضرب دليلة في راسها وبتوقعها على الارض وبتدي شنطة الفلوس لابنها وبتمسك سكينة تحطها على رقبة ارتشبالد وفي الوقت ده بيعرف ريتشارد من لازار ان بول يبقى ابن مارجريت وان ابنه حاليا في خطر وبتحاول مارجريت تهرب بشنطة الفلوس بس بتلاقي ريتشارد قدامها فقالت له انها خبت عن الناس ان عندها ابن عشان تقدر تنضم للمخابرات واستغلت حصانة ابنه في بيع السلاح لانها محتاجة فلوس هي وابنها وفجأة بيظهر جوار وبيضرب ريتشارد لكمات في وشه وبيحاول يخنقه واستغلت مارجريت الفرصة وطلعت مسدسها وقتلت جوار وطلبت من بول انه يبلغ عن ريتشارد انه قتل جوار وحاولت انها تهرب مع ابنها بس بتقابل مومو وبيحاول يشتت انتباههم بس بتضربوا بشنطة الفلوس في وشه وبتوقعوا على الارض وبيظهر ريتشارد مع ابنه ولازار وبيوقفوها وفي نفس اللحظة انتشرت القوات الخاصة في المكان كله وحصروا ريتشارد وابنه وبتحس مارجريت انها انتصرت وفجأة بيظهر جوار وبيطلع لسه عايش لانه كان لابس بدلة ضد الرصاص وبيطلب من القوات المسلحة انها تقبض على مارجريت وابنها وبيقول لها انه ما كانش متوقع انها تغزله بعد السنين دي وجوار بيشكر ارتشبالد وابنه وبيطلب من لازار يرجع معاه للوزارة عشان يقفل القضية وساعتها الكهرباء بتفصل وبيهرب ريتشارد بيبدأ الفيلم سنة 1969 في فيتنام بعدما الجنود الامريكيين جالهم امر بالانسحاب من القرية وبتحصل فوضى في المكان وبيتكلم جندي اسمه لوك مع جندي زميله وبيسأله عن اللي بيحصل فبيعرفوا ان القائد بتاعهم متجنن وبيقتل كل الناس في القرية ولما بيروح لوك يشوف زميله الجنود بيلاقيهم مقتلين بطريقة وحشية وودانهم مقطوعة وكمان بيشوف ناس مقتلين من سكان القرية وفي نفس الوقت ده كان القائد سكوت خاطف اتنين من اهل القرية وبيستعد علشان يقتلهم هم كمان وبيصنع سلسلة من ودان الجنود اللي قطعها وبيلبسها في رقابته وبيروح لوك يتكلم معاه وبيسأله عن اللي بيحصل وبيرد سكوت عليه وبيقوله انهم ما سمعوش كلامه وان كلهم خوانة وبيلاحظ لوك انه لابس سلسلة صنعها من ودان اللي قتلهم وبيعرفوا انه دمر القرية وان مهمتهم انتهت ولازم يرجعوا بيوتهم لكن سكوت بيرفض يمشي وبيقوله انه خاين زيهم وبيأمروا يقتل الشاب والبنت ويثبت انه مش خاين لكنه بيرفض يعمل كده وبيقوله انهم ابرياء وساعة سكوت بيمسك سلاحه وبيقتل الشاب وبيضربوا لوك وبياخد البنت وبيهربوا منه وبيروح وراهم وبيضرب نار على لوك وبيتصب في رجليه وبيقع على الارض وبيقول للبنت تهرب وبيحدف سكوت عليها قنبلة وبتنفجر فيها وبتموت وبيقوم لوك وبيطعنوا بالسلاح في بطنه وبيضرب سكوت عليه نار والاتنين بيدربوا نار على بعض وبيموتوا هما الاتنين وتاني يوم بيوصل فريق الدعم للقرية وكانوا مش عارفين ازاي هيشرحوا اللي حصل للسلطات وعلشان كده بيقرروا انهم مش هيقولوا اللي حصل وهيقولوا انهم ملقوش حد وان الجنود كانوا بينفزوا مهمتهم وهم دلوقتي مفقودين وبيجمعوا جسس الجنود وبيحطوها في التلاجة وبعد 25 سنة بنشوف قوات الجيش وصلوا لصحراء نيفادا بقيادة العقيد بري وبيكون معاهم عربية كبيرة وبينزل منها عدد من الجنود الخاصة لابسين اجهزة صوت وكاميرات وبيفحصهم الدكتور والمساعد بتاعه وبيتأكدوا انه كل حاجة سليمة وجهزة وبيكون لوكوسكوت موجودين ضمن الجنود وبيستعدوا علشان ينفزوا المهمة وفي نفس الوقت ده كان فيه عصابة خطفين 30 شخص وحبسينهم في محط التوليد الكعربة وكانوا من وقت للتاني بيقتلوا رهينة من الرهين علشان يجبروا السلطات انهم ينفزوا طلبهم وكانوا عايزينهم يفرجوا عن عدد من المجرمين ويخرجوهم من السجون وبتوصل قوات الجيش للمكان علشان ينفزوا مهمتهم وينقزوا الرهين وبينط الجنود من الطيارة وبينزلوا في البحر وبتكون الصحفية روني في طريقها للمكان علشان تزيع الخبر وكانت متأخرة على معادها والمدير والمصور كانوا مستنينها وبتوصل روني ليهم وبيكون المدير متدايق بسبب انها تأخرت وبيبدأوا تصوير وبينقلوا الحدث للناس وبيكون الرهين قاعدين في المبنى في حالة رعب وخايفين من العصابة وبيتواصل زعيم العصابة مع باقي رجالته عن طريقها جهزة اللاسلكي علشان يتأكدوا اني مفيش حد اقتحم المكان وبيطلع الجنود من المية وبيتسلقوا الحيطة علشان يوصلوا للمبنى وبيتكلم المدير مع روني وبيتخانق معاها لانها مش بتلتزم بالقواعد وبترد روني عليه وبيتقولوا انها دايما بتجيب له القصص المهمة وبيسألها المدير لو كانت فاكرة انهم ما يقدروش يستغنوا عنها لانها جابت لهم قصص مهمة وبيعرفها انه تكلم مع المسؤول عن المحطة وهي دلوقتي مطروضة وبيوصل الجنود للمبنى وبينتشروا في المكان وكل جندي بيقف في مكانه وبيكونوا مستنين الاوامر وبتيجي اوامر للك واسكوت انهم يقتلوا اول اتنين من الحراس وبيحطوا جنبهم اجهزة الرد الالي علشان زعيم العصابة ما يعرفش انهم اتقتلوا وبعدها بينزلوا من على الحيطة وبيهجموا على اتنين حراس وبيقتلوهم وبيوصل واحد من الجنود لمكان الرهاين وبيقدر يحدد افراد العصابة من خلال الكاميرا اللي موجودة معاه في الشنطة وبتضرب العصابة عليه نار وبيقتلوه وبيكونوا فاكرين ومات لكن بيقوم وبيطلع مسدس وبيقتل زعيم العصابة وبيوصل لك واسكوت وبيقتلوا بقى الحراس وبيقدروا ينقذوا الرهاين وبيشوف لك شاب وبنت وبيفتكر الشاب والبنت اللي اسكوت كان عايز يقتلهم موقت الحرب وبيرجع له جزء من الزاكرة ولما الدكتور بيتكلم معاه وبيطلب منه تقرير عن الوضع مش بيرد عليهم وبيتكلم الصحفيين مع العقيد وبيسألوا عن الجنود الخارقين وعن مشروع الجندي العالمي وبيرد عليهم وبيعرفهم ان دي المهمة التالتة ليهم وقدروا ينجحوا فيها من غير اي اصابات وبيقولهم انه ما ينفعش يعلن عن الجنود لان عندهم عائلات وما ينفعش يعرض حياتهم للخطر وفي الوقت ده بتتكلم روني مع المصور وبتقوله ان جالها فكرة وبيروحوا هما الاتنين عند المكان اللي فيه الجنود وفي نفس الوقت ده بيكون الجنود في غرف التبريد في درجة حرارة ستين تحت الصفر وبيوصل العقيد علشان يشوف حالة الجنود وبيعرف من الدكتور ان لوك اتجمت في نهاية المهمة وما كانش بيستجيب للأوامر وبيتكلم العقيد مع لوك وبيسأله عن اللي حصل وبيرد لوك وبيقول ان البنت بريئة والقائد دمر القرية وبيقول الدكتور للعقيد ان دي ممكن تكون ذكرى قديمة عنده وبيقترح انهم يخرجوا من البرنامج لحد ما يعملوا ليه اختبارات ويعرفوا اللي بيحصله لكن العقيد بيرفض وبيأموره يديله دوا مسح الزاكرة وبتبدأ عملية مسح الزاكرة للجنود وبترائب روني المكان هي والمصور وبتقوله انها هتقرب اكتر لكن المصور بيحذرها ان دي عملية عسكرية سرية وماينفعش يقربه من المكان وبتقرب روني من الشاحنة وساعتها بتشوف جندي ميت في صندوق وبتقرب منه وبتفتحه وبتصور الجندي علشان تنشر الخبر لكن بتترعب لما بتلاقيه فتح عينيه وبتهرب بسرعة وبيعرفوا ان في حد دخل المكان من كاميرات المرأبة وبيطردوا روني والمصور والعربية بتتقلب بيهم وبيروح الجنود يقبضوا عليهم وبيدي العقيد اوامر للجنود انهم ياخدوا منهم الكاميرا وبيسأل سكوت روني عليها ولما مش بترد بيصوب المسدس ناحيتها وبيدافع المصور عنها وساعتها سكوت بيقتله وبيفتكر لوك لما سكوت قتل الشاب وبيضربه وبياخد روني وبيركبه العربية علشان يهرب بيها وبيدي العقيد اوامر الواحد من الجنود انه يقبض عليهم ويضرب نار على العربية وبيؤمر العقيد لوك انه يوقف العربية وساعتها لوك بيقف وبتقوله روني يتحرك بسرعة قبل ما يقتلوهم لكن العقيد بيقوله ما يسمعش كلامها وبتشر روني الأجهزة اللي لبسها وبترميها وبتقوله يتحرك لكن لوك بيقولها إنه لازم يتبع الأوامر وبتحرك روني العربية وبيهربوا من المكان وبيقول سكوت على لوك إنه خاين وبيتكلم الدكتور مع العقيد وبيقوله إنهم لازم يخرجوا سكوت من البرنامج لإنه قتل شخص لكن العقيد بيعرفوا إنه محتاج كل جندي علشان يتردوا روني ولوك ويقبضوا عليهم وبيقوله الدكتور إنهم قتلوا شخص بريء لكن العقيد بيفهموا إن البرنامج كله في خطر لإنه لو اكتشف إنهم أعادوا إحياء جنود ميتين ساعتها كلهم هيروحوا السجن وبتتكلم روني مع لوك وبتسأله هو ليه يساعدها وبيرد عليها وبيقول إن مهمته انتهت وعايز زرجع للبيت ومش بتفهم روني حاجة من كلامه وبتكتشف إنه تصاب برصاصة وبينزف وبياخد لوك جهاز وبيحطوا على مكان الإصابة وبيقف النزيف وفي نفس الوقت ده بيستعد العقيد وباقي الفريق علشان يتردوهم وبيقدر يحددوا مكانهم من خلال جهاز تتبع مزروع في جسم لوك وبيخلص البنزين من العربية وبينزل لوك من العربية وبيزقها لحد ما بيوصلوا عند بنزينة وبيروح لوك علشان يحط بنزين في العربية لكن الموظف بيقوله إن البنزين خلص وبتحاول روني تتصل بحد من كابينة الهاتف لكن مش بتعرف برضو وبتروح تطلب من الموظف إنها تستخدم التليفون لكن الموظف بيقولها إنه خاص بالموظفين بس وبيستغلهم علشان يأجروا أوضة وبيقولهم إنه كل القوط فيها تليفونات وبيضطروا إنهم يأجروا أوضة في الفندق ولما بيدخلوا الأوضة بيستخدم لوك التكيف لإنه محتاج للتبريد وبتحاول روني تعمل اتصال لكن في الوقت ده بيكون العقيد وباقي الجنود وصلوا للمكان وبيستعدوا للهجوم وبيؤمروا الجندي سكوت إنه يقطع خطوط التليفون ومش بتعرف روني تتصل بحد وبتشوف الأخبار في التلفزيون عن قتل المصور زميلها وبيتهموها إن هي اللي قتلته وبتروح تدور على تليفون وبيجي لوك وبيقولها إنه محتاج للتبريد وبيقع على الأرض وبتروح روني تجيب تلج كتير علشان لوك يستخدمه للتبريد وبتلاحز إن الجرح بتاعه بيلتأم ويختفي وبتروح علشان تعمل اتصال لكن بتلاقي التليفون برضو مش شغال وفي الوقت ده بيحصل الجنود المكان وبيأمروا سكوت إنه ما يضربش نار على روني لحد ما يلاقوا لوك كمان وبيشوف لوك الأخبار في التلفزيون وبيعرف إن الحرب انتهت من سنين وبتتكلم روني معه بتقوله إنه مفيش أي تليفون شغال في الفندق وفي اللحظة دي بيدرب الجنود نار على الفندق كله وبيقدر لوك ينقذ روني وبيخترق الحيطة وبيوصلوا القوضة تانية وبيدخل الجنود الفندق وبيدوروا عليهم لكن مش بيلقوهم وبياخد لوك عربية بتاعت شخص في الفندق علشان يهربوا بيها وبيضرب الجنود نار على العربية لكن بيقدروا يخرجوا من المكان وبيوصل العقيد والدكتور للفندق وبيكتشفوا إن لوك كان بيحاول يبرد نفسه وبيتكلم لوك مع روني وبيطلب منها تلبس حزام الأمان وبتتعصب عليه وبتقوله إن زميل الجنود ضربوا عليهم نار وكانوا هيقتلوهم ورغم كده هو هادي ومهتم بحزام الأمان وبتسأله هو إزاي بيقدر يزوء العربية بسرعة كبيرة ويستخدم تلج كتير وكمان بيقدر يخترق الحيطة وبتقوله إن دي مش تصرفات إنسان طبيعي وبتسأله هو مين ومن أنهي بلد ولو كان عنده عيلة وأصدقاء لكن لوك مش بيكون عارف أي حاجة عن نفسه وبعدها بيوصلوا عند بنزينة وبيطلب لوك من روني إنها تدور على جهاز التتبع اللي موجود في جسمه وفي نفس الوقت ده بيقدروا يحددوا مكانهم عن طريق جهاز التتبع وبيطعل لوك نفسه بسكينة وبتخرج روني الجهاز من جسمه وبيوصلوا لمكانهم وبيستعدوا علشان يحصروهم من كل مكان وبيقتحموا البنزينة وبيضربوا نار لكن لوك بيكون عامل لهم فخ وحطت بنزينة على الأرض وساعتها البنزينة كلها بتنفجر وبيولع الجنود والدكاترة بيروحوا علشان يبردوهم ويطفوا الحريق وبيخرج لوك من العربية اللي كان مستخب فيها وبياخد روني وبيدخلوا الشاحنة وبيسرقوا كل الملفات المهمة وبيخرجوا يركبوا العربية علشان يهربوا من المكان لكن بيكون سكوت معهم في العربية وبيقنق لوك بحبل من رقابته وبيحاول يقتله وبيحاول روني تبعده عنه وبتتخبط العربية وبيقع سكوت منها لأنه مش لابس حزام أمان وبيقدر لوك وروني يهربوا منهم وبيتعصب العقيد وبيقمر كل الفريق يرجعوا للشاحنة وبيقمر الجندي سكوت أنه يرجع لأن المهمة تلغت لكن سكوت بيرد عليه وبيقوله أن اسمه الرقيب سكوت وبيضرب عليه نار وبيقتله وبيطلب الدكتور من الملازم أنه يتصل بالعقيد لكن سكوت بيقوله أنه مش هيسمعه لأنه قطع ودانه وبيقمر الملازم سكوت أنه يرجع لغرفة التبريد لكن سكوت بيعرفهم أنه هو اللي هيصدر الأوامر بعد كده وفي اتنين بيحاول يقتلوه لكن بيخلص عليهم في ثواني وبيقمر الدكتور أنهم يعالجوا جندي ورغم أنهم عارفين أنه مش هيعيش لكن بيضطروا يسمعوا كلامه لأنهم خايفين منه وبيحقن سكوت نفسه بمدة علشان يزود قوته وفي نفس الوقت ده بيكون لوك وروني قاعدين في مطعم وبتقرى روني الملفات اللي سرقوها من الشاحنة وبتقول لي لوك أنهم عملوا تعديلات في الجينات بتاعته وبتلاقي في الملف رقم دكتور اسمه كريستوفر وبيسألها لوك هي ليه بتساعده وبترد عليه وبتعرفه أنها مش بتعمل كده علشانه وبتفاهمه أنه قصة مهمة وهيفدها في شغلها وبتروح روني علشان تتصل بالدكتور كريستوفر وبيقعد لوك قدام الأكل اللي طلبوه وبيكون بقاله سنين مكلش لكنه بيشوف طريقة أكل الناس اللي حواليه وبيعمل زيهم وبيصنع اسكوت سلسلة من ودان اللي قتالهم وبيلبسها وبيتكلم الدكتور معاه وبيبلغوا أن درجة حرارته مرتفعة ولازم يدخل لغرفة التبريد وبيتكلم المساعد مع الدكتور وبيسأله هو ليه قاله كده وبيطلب منه الدكتور يجاهز المادة اللي بتساعد على مسح الزاكرة علشان يحقنوا بيها وبيقوله أنه هيدخل مع اسكوت علشان يشغل جهاز الحقن لكن المساعد بيعرفه أن الأفضل هو اللي يدخل وبيدخل المساعد غرفة التبريد ولما بيقرب من الجهاز بيمسك اسكوت إيديه وبيقعده على الجهاز وبيقتله في ثواني وبيقول لغ عجبه الأكل وطلب أكل كتير جدا وبتسأله البقعة لو كان هيدفع تمن الأكل ده لكن مش بيرد عليها وبيتنادي على زميلها وبيتكلم معاه وبيسأله هو إزاي هيدفع تمن الأكل وبيقوله لغ إنه مش عارف فبيحاول يضربه لكن لغ بيضربه بيوقعه على الأرض وكمان قدر يضرب كل اللي حاوله يهجمه عليه وكان أقوى منهم كلهم ومحدش قدر عليه وبتعمل روني مكالمة وبتقدر تعرف مكان دكتور كريستوفر ولما بترجع بيتلاقي لغ دمر المطعم وبالليل بيوصل اسكوت عند المطعم وبيسأل الناس لو كانوا شافوا لغ وروني لكنهم بيسخروا منه وبيتريقوا عليه فبيضربهم بركلة قوية وبيسأل واحد منهم مرة تانية فبيخاف منه وبيعترف وفي نفس الوقت ده كان الدكتور بيتكلم مع جندي وبيقوله إن اسكوت أمره يمسك قنبلة لمدة 30 ثانية وبيمسك الجندي القنبلة في إيديه وكمان إيد الدكتور ومش بيقدر الدكتور يبعد عنه وبتنفجر القنبلة في الشاحنة وبعدها بياخد اسكوت اتنين من الجنود وبيدخل السوبر ماركت وبيحطهم في تلاجة اللحوم وتاني يوم لوك وروني بيروحوا عند المستشفى اللي فيها دكتور كريستوفر وبتروح المساعدة تبلغ الدكتور ضمن الفريق اللي عملوا له العملية وكمان بيفتكر أبوهم وهو صغير وبيقول الدكتور لروني إنه محتاج للتبريد وفي نفس الوقت ده بيكون اسكوت متضايق لإنه واحد من الجنود مات وبيخرج الجندي التاني من التلاجة وبيكون لحمانية قدام الناس اللي بيكونوا مستغربين وبيزع اسكوت للناس وبيقولهم إن الفاصيلة كلها بتنهار وإنه هو بيحارب ومش عايز يخسر الحرب وبيهجم حراس الأمن على اسكوت وبيحاولوا يقبضوا عليه لكنه بيخلص عليهم كلهم وبتتكلم روني مع الدكتور وبتسأله عن اللي عملوه في الجنود وبيشرح لها إنهم اكتشفوا إنهم يقدروا يحولوا اللحم الميت لنسيك حي لكن علشان العملية تنجح كان لازم الجسم يشتغل في درجة حرارة عالية وعلشان كده كانوا دايماً محتاجين تبريد وكمان محتاجين تسكين ومرقبة الدماغ وبيشوفوا الأخبار وبيعرفوا إن العقيدة قتل وهم معتقدين إن روني لها علاقة بالحادثة دي وكمان بيشوفوا سكوت وهو بيقتل الحراس في السوبر ماركت وبيقول الدكتور لروني إن دي حاجة اسمها ارتداد الزاكرة ودي صدمة بتحصل وقت الموت وبيشرح لها إن في حالة لوك كان عايز يرجع للبيت لكن في حالة سكوت هو فاكر نفسه لسه بيحارب في فتنام وبتتكلم روني مع لوك وبيتقوله إنه محتاج لرعاية طبية وبتقترح عليه سلم نفسه ويتعالج وبعدها يكشفوا الحياة كلها لكن لوك بيقول لها إنه عايز يرجع للبيت وبتحاول تفاهمه إنه ممكن ما يقدرش ينجو لكنه بيعرفها إنه أصلا ميت وبتقوله روني إنه مش ميت وإن عنده حياة مهمة وما ينفعش يتخلى عنها بسهولة وبيديها لوك تسكرة علشان تسافر لمدينة لوس أنجلس وتبقى في أمان وبيقول لها إنها لقيت القصة اللي عايزها وبتروح روني تركب الأوتوبيس لكن بترجع في كلامها وبتقرر تفضل معاه وساعتها بتحصرهم الشرطة وبيقبضوا عليهم وفي الطريق بيطردهم سكوت والجندي اللي معاه وبيخبطوا عربية الشرطة وبعدها بيخبطوا الأوتوبيس اللي هم فيه وبيضرب سكوت عليهم نار وبيقتل السواء وبيحاول لوك إنه يوقف الأوتوبيس وبيرمي سكوت عليهم قنابل لكن روني بتاخدها وبترميها خارج الأوتوبيس وبيوصل لوك لمكان القيادة وبيتحكم في الأوتوبيس وبيقول له روني تنط من الأوتوبيس وبيفتح الباب وبيحدفها وبيحدف سكوت قنبيل على الأوتوبيس وبيتقلب وبعدها بيخبطوه بالشاحنة لكن لوك بيقدر يخرج منه وبيضرب نار على الجندي وبيقتله وبيقع الأوتوبيس والشاحنة من فوق الجبل وبينفجره لكن لوك بيكون قدر ينقذ نفسه وبيروح لروني وبيجي الشرطة علشان يقبض عليهم لكن روني بتقدر تضربه وبياخدوا منه المفتاح وبيركبوا العربية علشان يروحوا البيت لوك وتاني يوم بيوصلوا عند البيت وبيقابل لوك أمه وأبوه وبيستعيد ذكرياته من تاني وبتقول لروني إنها لازم تمشي علشان تروح محطة الأخبار وبيعرفها لوك إنه افتكر حاجات وناسي حاجات تانية وبتقول لروني إن ده طبيعي لإنه عدى 25 سنة وبتودعه قبل ما تمشي وبتخرج من البيت وبتركب العربية لكنها مش بتلاقي المفتاح وبتتفاجئ لما بتلاقي سكوت لسه عايش وبتقطع الكهرباء في البيت وبيقلق لوك على أهله وبيروح علشان يشوفه وبيكون سكوت خطف أمه وأبوه وروني وبينادي عليه علشان يخرج من البيت وبياخد لوك بندوية وبيروح له بيقوله يسيب روني لكن سكوت بيعرفه إن هو اللي بيصدر الأوامر وبيقوله إنه أمره يقتل البنت لإنها خينة لكن لوك بيفكره إن الحرب انتهت وبيرد عليه سكوت وبيقوله إنها ما انتهتش بالنسبة له وبيهجم لوك عليه وبيضربه لكن سكوت مش بيتأثر وبيضربه بكل وحشية وبيقوله إنه بقى ضعيف وكان لازم ياخد الدواء بتاعه وبيحقل نفسه بالدواء علشان قوته تزيد وبيهجم لوك عليه لكنه كان أقوى منه وبيضربه بكل عنف وبيؤمره يقتل روني وبيصاوب المسدس نحيتها لكن بتقدر روني تفك نفسها وبيقول لها لوك تغرب وبيرمي سكوت عليها قنبلة وبتنفجر في العربية وبيقوم لوك ينتقم منه وبيضربه ركلات قوية لكن سكوت بيقدر يتغلب عليه وبيبدأ قتال عنف بين الاتنين وبيقدر لوك ياخد الدواء من جيب سكوت وبيحقل نفسه بالمادة وبيقدر يسيطر عليه بعد ما قوتهم بقت متساوية وبيستخدم مهاراته القتالية ضده والاتنين بيحاربوا بعض بكل قوتهم وبيضرب لوك سكوت ضربات قوية وبيوقعوا على الحديد وبيقتلوا ولما بيقرب منه بيلاقي لسا عايش وبيحاولي قتلوا وبيكسر دراعه وبيحطه في المفرمة وبيخلص عليه وبيروح يتطمن على ابوه وامه ولما بيروح لروني بيلاقيها فقدة الوعي وبيتفوق روني وبيتطمنه على بعض وانتهى فيلمنا ويا رب يكون عجبكم ويا ريت كل مريخ يعايش معانا على الكوكب يكتب في الكومنتات اسم الفيلم أو المسلسل اللي حابب نلخصه علشانه الفترة اللي جاية واللي هيجيب لايكات أكتر على الكومنت بتاعه هينزل الفيلم اللي اختاره